خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق مرسل قد نادي الأهلي موجود هنا حضر المؤتمر هكلمنا على طبعا أهم ما جاء فيه المؤتمر الصحفي من تصريحات على لسان كيروز سواء فيما يتعلق بالتساؤلات المرتبطة بمطش أنجولا أو اللي جاي طبعا مع مبورات الجابون محمد مساء الخير مساء الخير الزميل عزيز أحمد حياتي ليك والكابتر رمضان السيد نجم مصر والنادي الأهلي وكل مشاهد برنامج السادسة في كل مكان أهلا بك محمد خلينا نكلم أو تستعرض معنا كده ومع مشاهدي ومتابعي السادسة أهم تصريحات اللي كلم فيها مستر كيروز فيما يتعلق بالمباراة نبتدي مباراة أنجولا في البداية ممكن مستر كيروز يعني نوى في بداية المؤتمر بكرة إن شاء الله عن نظر أن يضيق الوقت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة طبقا لبرتوكول الاتحاد الدولي ففضل أن يعمل المؤتمر النهاردة بحيث أن هو يتكلم مع الصحافة والإعلام ويقول كل الكلام اللي هو عايز يقوله ويعني يفسح المجال أمام الجميع أن اللي عايز يسألها حاجة أو عايز يكون ليه تعليق على حاجة يقولها يمكن الرجل يتكلم في الأول فضل قبل ما يتلقى أسئلة أنه هو يكون ليه بعض التصرحات يمكن عايز أقولك لو هنقول عنوان كده زميلة أحمد للمؤتمر النهاردة أن مستر كيروز قررها أكتر من عشر مرات خلال مؤتمر الصحفي قال كاس العالم بالنسبة لمنتخب مصر في شهر مارس وليس في شهر ديسمبر زي بقى المنتخبات أنا بالنسبة لي كاس العالم هو في مارس مش الديسمبر أنا مش هنتظر لديسمبر بالعكس أنا كاس العالم بالنسبة لي هو في شهر مارس وده طبعا كناية عن المباراة الفاصلة إن شاء الله اللي هتوصلنا بإذن الله لكاس العالم يمكن كان في البداية اتكلم قال طبعا إحنا كان بداية العمل بدور المجموعات ونجحنا في هدفنا وإن احنا صعدنا للمرحلة التانية من التصفيات والمرحلة الأخيرة قالوا لكن شغلنا ما انتهاش عند كده فيه هدف أكبر وهو الوصول لكاس العالم نفسه وأنا بالنسبة لي التركيز كله وكاس العالم بالنسبة لي هو في مباراةي مارس الزهاب والعودة في المباراة الفاصلة أنا مش هنتظر لديسامر ممكن المثال كده بسيط قال أنا مش هقعد على ترابيزة الطعام واستنى الطعام لازم الطعام يكون نتحضر الأول وإن لو أعدت على الترابيزة منتظر الطعام وهو مش موجود فما فيش فائدة أنا أهم حاجة عندي لوقته هو إحضار الطعام نفسه قبل ما أجلس على المقعد الخاص بي على ترابيزة الطعام وهو يقصد بكده كاس العالم قال إحنا لازم إحنا لو نروح كاس العالم ما ننتظرش لما كاس العالم في ديسمبر يبدأ ومصر مش موجودة فيه اتكلم كمان عن حلم الوصول قال أنا ده حلم بالنسبة لي شخصي زي ما هو حلم لكل المصريين أنا وصلت قبل كده أربع مرات وبحلم أن نوصل للمرة الخمسة مع مصر وأعتقد قد ده حلم مشروعة جدا لكل المصريين وكل الناس اللي بتعبيني أو ردود الأفعال إن الناس كلها مصممة أنها هتروح كاس العالم قالوا أعتقد أن مصر تستحق أكثر من كده وجمهور مصر يستحق وهذه المجموعة من اللاعبين كمان تستحق أنها تكون موجودة إن شاء الله في كاس العالم العام المقبل كمان قال يعني أنا محتاج توليفة من ثلاث عناصر أنا شغال عليها وأول عنصر فيهم هو اللاعبين أنا محتاج أشتغل على مجموعة اللاعبين وأنا مش ألقا من عنصر اللاعبين بذات قال لنا مصر اللي ضاها خيارات كثيرة في هذا العنصر وفيه لعبين كثير لديهم الخبرات ولديهم الروح وقال إن ده لمستوا في اللاعبين وأول ناس بهنيهم بالصعود للمرحلة التانية هم اللاعبين لأن شفت منهم إخلاص وجهد وعرق في الملعب يخلوهم فعلا يستحق وكمان منتخب مصر وجمهور مصر يستحق نوع موجود يكون موجود في كاس العالم قالت أنا عنصر طبعا محتاج له في التوليفة اللي أنا هاوصل بقى كاس العالم هو التحضير قال لازم نكون كلنا فاهمين إن كاس العالم ده بيجي مرة كل أربع سنين ما بيجيش مرة كل سنة ولا مرة كل سنتين هي مرة واحدة كل أربع سنين لازم اللاعبين والمسؤولين كلهم يفهموا إن دي فرصة واحدة كل أربع سنين لازم كنا نشتغل عليها عشان نحقق الهدف ونوصل لكاس العالم قال أهم عنصر وآخر عنصر إن احنا نكمل شغل قاله بالنسبة لتكملة للشغل هو العمل على عقلية اللاعبين قال أنا عاوز أحاول عقلية اللاعبين للفوز وليس أي شيء تاني غير الفوز قال أنا عاوز ده أوصل لغاية لما أوصل لشهر مارس يكون منتخب مصر هو الأول إفريقيا قال مش هقدر أوصل ولا حقق هدف ويكون بباري كوياني ألعب قدام كباري العالم وموجود في كاس العالم قبل ما مصر تكون حققية الهدف الأهم وإنها تكون رقم واحد في أفريقيا قال بعد ما يكون رقم واحد أفريقيا هقدر لعب مع كل المنتخبات ونفس كل المنتخبات ألمانيا فرنسا إيطاليا مش هقدر لعب الدوات غيروانة رقم واحد في أفريقيا وأهم حاجة في هذه الجزء أننا نشتغل على عقلية العبيد اتكلم كمان إن قال إن ما فيش حاجة اسمها فوز بالصمع ولا التاريخ قال إحنا آخر مرة خدنا كاس أموم أفريقيا كان من عشر سنين ده مش اللي هيخلينا نكسب الحاجة الأحدة اللي هتخلينا نكسب إن إحنا نشتغل نعد نحضر نذاكر الفرق اللي قدامنا نكون أفضل من الفرق اللي قدامنا عشان نقدر نحقق الفوز عليه كمان اتكلم قال إن يعني خبراتي في كاس العالم هي اللي خلتنا أقول كل الكلام ده من خلال خبراتي سواء في التصفيات أو كمان في كاس العالم هي اللي خلتنا وصل لنتائج دي وأنا مصمم إن شاء الله على حلمي وحلم جمهور مصر إن احنا نكون مع بعض في كاس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والمرة الرابعة في تاريخ مصر كمان بقى يمكن تم توجيه أسئلة يعني أول سؤال كان أنت ضغط نفسك ومتحمل المسؤولية بشكل كبير جدا خاصة في كلام عن مباراة تمارس قال لو بطلت أتحمل المسؤولية ولو بطلت أعمل تحدياتي نفسي يبقى لازم أمشي قال اليوم اللي هبطل فيه إن أنا أضغط نفسي وتحمل المسؤولية لازم أمشي على طول من المنتخب قال له بعدين أنا أتكلم الكلام ده قال لي عايزة صحصح كل يعني بنفس اللفظ كده قال لي عايزة صحصح كل اللي حوالي اتحاد الكورة اللاعبين الجمهور الرعاة قال لي عايزة صحصح كل الناس عشان الناس تدرك أهمية الوصول لكاس العالم لأن ده حلم يتحقق كل أربع سنين لكل المنتخبات العالم كمان السأل عن هيلعب مباراة الجابون إزاي ممكن ده كان سؤالك في الأول قال أنا مباراة الجابون هي بالنسبة لي مباراة في تصفيات المؤهلة الكاس العالم حتى لو كنت وصلت فأنا المباراة دي مهمة جدا بالنسبة لي هلعب بالتشكيل طبعا سؤل على التشكيل وهل هيجرب العامين جوداد قال أنا هلعب بالتشكيل اللي أصق فيه ثقة عمياء إنه هيحقق الفوز قال حتى لو ما كنتش عايزة صغير فأنا مضطر للتغيير خلال المباراة لأن عندي لعبين عبدالله السعيد هيغيب للإصابة أحمد فتوح في نسبة كبيرة جدا أنه هيغيب للإصابة لسه هتعمل له اختبار غدا كمان اتكلم عن أن أكرم توفيق معي إنذارين فمش هيقدر يكون موجود في المباراة كمان اتكلم عن نقطة مهمة جدا زميلة أحمد أن في أكثر من لعب المتخب حصلين على إنذار أول ألفا مش هقدر أجازف ولعب يكون حصل على إنذار أول وأنا الأهمية عند أن يكون موجود معايا في مارس وبالطريقة دي المباراة اللي أنا محتاجه فيها فعليا مش هيكون متاح معايا طبعا لأنه أخذ إنذارين فقال ده كمان كل ده هفكر فيه مع الجهاز المعاون قبل المباراة قبل ما أخد قراري بالتشكيل قال لك اللي أنا عاوز أكد لكم أن كل اللاعبين هيبقوا كويسين أنا واصل في كل المجموعة وأحسن التشكيل أو التشكيل اللي أنا مطمئن أنه هيحق الفوز هو التشكيل اللي هيبدأ المباراة كمان يمكن يتساءل عن تفضل تلعب منتخب مين في المباراة الفاصلة أعتقد يعني كانت إجابته عبقرية جدا زميلة أحمد قال أنا عاوز لما وصل لمارس ما فكرش أنها لعب مين أنا عاوز قبل ما وصل لمارس كل منتخبات أفراقية التسعة الأخرى تكون تخشى أنها تلعب منتخب مصر أنا مش هفكر لعب مين أنا عايز من هنا لحد مارس من خلال إعدادي وشغل مع لعبتي كل المنتخبات التسعة تكون كارها أنها تواجه منتخب مصر وكلهم هم اللي عملين حساب وهم كلهم اللي خايفين يلعبوا منتخب مصر في مباراة البلاي أوف فأنا دا الهدف لي مش هدف ألعب مين أن لما يكون رقم واحد في أفراقيا وأفضل فريق في أفراقيا كل الفرق هتخشاني وهتهبني مش العكس وأنا مش هكون في هذه الحالة فارق معايا أنا بلعب صحيح تصريحة محترمة جدا جدا من كيروش طبعا مدير الفني لمنتخب مصر وبتأكيد فيها كثير من النقط اللي محتاجين نقف معاها الراجل حقيقة ويمكن انتفقت رؤيته وكلامه والنقاط اللي اتكلم فيها مع كل الكلام اللي احنا بقالنا يومين عشان ما حدش بيقول بس ان احنا بنهاجم المنتخب المصري وبنكسر في المنتخب المصري على العكس الراجل واضح رؤيته واضحة جدا ومتفق معنا في كل المبادئ والأهداف وده طبيعي جدا وأعتقد انه وفيش حاجة بتجمع كل المصريين بمختلف انتماءاتهم زي المنتخب المصري والطمن يا كيروش جماهير الكرة المصرية مصح صحة جدا معاك عايزين اللعيبة صح صح زي الجمهور وعايزين اتحاد الكرة صح صح زي الجمهور كلنا وراكم وكلنا بنستخدمكم وكلنا بندعمكم وهدفنا مش بس ان كان ليه ان انا نتكلم يعني مش بس الوصول لكاس العالم لا هدفنا من احنا نقدم الكرة المصرية في كاس العالم بشكل يليق بينا وبتاريخنا بشكرك طبعا محمد توفيق زميلي من المؤتمر الصحفي اللي عقد على هامش طبعا مبارتين انجولا والجابون